السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته الآن يلغى الفوق عندنا بالداخل ننتظر السيد شوية اجابيدي السجل بواعد عليه الذكب تروحي من اغدنا اول يوم مرة شلون جلال ضائجه وخيف اعكس حسه يمكن لنعرف طبيعة الزواج من حسن ولذلك مرتاح هالشكل بدأ ياقدنا حسيت على ماما مدت ايدها على الظهري حاولت ادفعها حتى لا تسوي لها حتى لا تسوي لها بس قبصتني همزين ما عطته وانفضح لها مدت ايدها انجلطتها وقتحت الجيس وجبت وجبت ايدي اللي حطت حطت درهم بحنة وسدت الحيل ضحقت على سوالفها يعني هاي سوالف رحت ترفع البخة او تصلح حال معرف معرف والله شنو قصدهم منه سمعت السيد طلب احشي رفعت راسي عليهم شفت حسام يبارع لي مثل المتظرها مني رجع لدنها قتلها عسل نعم وانتي عسل نعم وانت واكيني زينب بلو بارك يما شايفين كل الخير ان شاء الله وام مبروك عسال الله يبارك بك بغر السيد وحسام يحشون شويه والكل طلع ضليني بس انا وامي افراجي هو ايام غدت اقومت قيادت هس شنون البس هاذه والله يا مامو عاليش سوالف ما تنحيشي بين العربان زينب شدت سوين اسل اريد اسدن هذا الصخام الفتحتي زينب عوفي انا اسوي لك عسل وشنون نسوي واحنا هنانا زينب عادي من ورا العباية مو صعبة يعني ضربت مني سدت سدت وانا عيني عالبار فجأة انطب حسام بابا عالنبي استقرار قبل جاريت نفسي منه زينب هاي ليش مو بعدني عسل عادي مامو عوفيني وعضيتها شفة حسام صاير شي وياكم ويوم لاي امام ويمك سوالف نسوان حسام زين لعدم شو نزور قبل لا نطلع عسل ردت ابتشي الى شوية هسا شلون اقدر ازور بهاذا حالي شدي عاليت مامو به ثلتين وانا مو عايزة طلعنا السواء لقيت بابا راجع للدوامة راحن مامو وباجي يزورن وانا عادنت ما قبلت الروحن وياهن اجتب وضعي لذلك عسام الضطر يبقى ريانه وياي بين ما يرجعن ويروح يزور هو لعدت على الصبه عبارة للزوار وحسام موقف يمي حسيت نفسي مرتبكة منه لأول مرة يمكن لين اقعدنا والوضع اختلف شو يودنك شال كتب الزهارة من المكان انا بي وقعد بصفي حسام ليش ما رحتي تزورين وياهم عسل مو متوضي حسامي عادي اخذش للحمامات النسائية وتوضي مفرد مشكلة يعني عسل صفنة تعالية لازم اروحن مو مال ارجع للبيت ابهارة وضعي ياريت تاخرني لان عاجبني ازور واصلي ها احنانة بس شلون لو جوي ما لقونا حسام اكيد انتظروني عسل يلا لعدم شروح حتى اللاحق نبجع قبل جايتهم طلعنا من الامام اخذنا اخذنا احديثنا وبحثنا للحمامات بقى ينتظرني برضا وانا طبيت ببجر المقاسل عدلت نفسي وتوضيت مرة ثانية طلعت لقي تواقف بنفس المكان عسل خو ما تأخرت عليك حسام لا ما تأخرت عندك شي بعد لون طب انزوه عسل لا انزوه حسام زي ان لعد ادخلها للتفتيش ومن اتطلعين راح تلقين قبالج عسل ماشي دخلت للتفتيش ومن طلعت ما شفت حسام خفت كلش لان ما اندلل بمكان رغم انا نفس المحافظة بس ما زائفة واحدي ولا موما بغيت تلفته الدمعة بطرف عيني اللي حسام ما انك لتعوفني وحدي حباب حسيت على احد لزمني بتشتفي دلت وجهي بخوف شفت حسام جابت نفسي راحة عسل هاي وينك والله خوفت كلش حسام اضحك وليش ديت خافين قابل طفلة عسل تدري بيا ما اندلل بالمكان حسام اراسف مغازته خارت للتفتيش هوسك كلش وانت اشوفت الدورين عليه وحاولت الشبلج بس ما انتبهت لي ابتسمت بوجهي ودخلنا السواب ونبارنا للمكان ما حد اكون معناها بعدهم بالزيارة نحن هام راح ننزوه لما نوصلنا للباب بقى حسام يوصيني حتى لا اتي حسام بوعي هذا الباب اهنا توقفين واذا اطلعتي ما لقيتين عسل ليش راح تتأخر حسام لا ما اتخذ فرح بس اراح حزورا واصلي جوه يعني يجوز الطلعين قبلي فلازم اوصيش للاحتياط عسل بعدان هام راح حزورا واصلي جوه حسام على راحتش بس انتبهي من الدخلين مو تيهين الباب اطبيتي منه وانطلعين من غير باب عسل ماشي عفته ودخلت جوه ضرت وجهي اباع للباب حتى احفظها لقيتها بعد انتظريني اشارت لبيديو راح باعت للمكان حفظتها زيان ودخلت الزبت حسيتها براحة مطبيعية مفترضتها من اسنين من سنتين تاهبا وكنا دبيت كل همومي اوجاعي مقابل ايمام وطلعت مرتاحة ما لقيت حسام وقفت يم الحيط مثل ما قال لي قريب الخمس دقائق شفته مبعيد بس باوعلي ابتسم حسام تقبل الله عسل منه ومنكم حسام زيان ماتا يهتي عسل عسل اضحك غير حفظت المكان الف مرة يالله قدرت اطلعت سنامات حسام اضحك عفيا عليك اخذني ورجعنا الماما وباجر وامني قيناها وانتظروني وبقان يلوم من بيئة ايان ما قبلت اروحوا اياهم بسبب اخروا على اساس ما يدون بحالي شنو اتشان وصلنا وصلنا للبيت تشلبت بهم مامو عالغدة بس ما قبله اول ما ضبعت من الباب طفرت علي خيال ليقول قرد متسلغ من الهبطة نزعت نزعت حذائي ضرابتها بيقبال ماما زينب بوجعيب اختت شميلة زينب ما شفتها سوت الثولة خيال هايش بيش منو خرعة زينب العقد تقطع المشاكل عنك عسد تغزين تقطع الخلفة قلبي راح يوقف من الخوف والبطلانة تمشي بهال خرافات المدرمين جايبتها لو علي من تطلع على ماما فشلتني كبال الولد الا شوية زينب بعدين تشكريني على هالخرافات وقولي امي قالت هزيت ايدي وعرفتهم صاعدت الغرفتي هستوني من بالدلاجة خيال تتلوق عرفتها تريد شيء تمددت على السبب تمددتها باوعي لها واضحك خيال وجعش بيش تنوضحكي عسل مو شكلة شي ضحك عندش مصلحة وياي احتي من الاخير فتاديين ستخوخها خيال بعد يومين عرس فداء عسل ايب شنو يعني خيال ويش ما عدنا ملابس تحتي صدق عسلي صح انفكرت بيها انا عسل باوعي نحول فداء هو العبيس يعني زي ما نطلب منه هسة اما طاها وطاها فهدولة غالي اسلي ايدك منهم مستحيل يهضونا نشتري لان نسوانهم ما قادرات عليهم نجي احنا نقدر لهم عسل والحال خيال الحال عندش عسل شنو احتي فضيني خيال حسام عسل قبل 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 ما كان لاشتحشين انتي مستحيل خيال ليش وليش تشكو بيها غير بنعمنه ونمون عليه اسل ايصره بس هس الوضع اختلف خيال بالعكس هس الوضع اتحسني انصرتي مرته يعني مجبور بيش مو متفضل مثل بقى قبل عسل لا عيني لا والله ما اقدر اذا تبدين خافري انتي وروحي واحدة شوية انا ما ايج خيال مو كيفش السارفة عسل لا عدب كيف نن يومه بدين انتي مو بجليش بيها صخام وينيش وين الملابس هسه خيال هسه شنو قابل اظلن بلاه دوم على مو درجني يالله عسولي الخاطري ورافقوا لا تخافين على جيته انا راح اخذ من برابر فلوس ونتفاعي اني ما بحن قسرة شي غير البنزين عسل ويش مو عن الفلوس بس والله عب خيال لا مو عب ولا شي اصلا كيف اذا طلبتي منه تتدرين بيش قد عسل اللي تكمني كاف خيال شنو يعاني انا مغفقتي عسل طبعا لا وياريت حد تب تصريد عن نفسش الانوان بحرافقش ما حاولتي خيال مو كيفش والله مو كيفش نزمت موبايل اكتبت رسالة لحسام واحتي بصوت عالي حسام انا عسل اتصل بي اظهره بس تفرق وتسجيتها الى بسبعة عسل هاش سويتي حقيرة خيال بس احسبين العشبة اذا ما اتصل اقصى ايدي عسل والله ما احتي ويا لوت موتين خيال بوع صدق اتصل هاش قال بهلول واضحك عسل انتي اجعو بي خيال دارت وجهي قفلت الباب ورجعت للميز اخطت الشاحنة الغديمة وكرث العسل خنقت رقبتها وفتحت الخط و بس كتمت كتمت الصوت حتى لا يسمع حسام اصياحها عسل اختنقت وليش خيال احتي بسبعة ودير بايش تقولي الى خيال دزت المسج عسل اخدتها منهم سماعتي صيح علو بوعت مبايش الكاتمة الصوت فتحتها وحشيت كانت تخنقني اكثر قوة احكا حنحيل حسام عسل اشركو بيتش هي حاشيني خيال لا لا يلا لا اموتش بيدي والله العظيم عسل والله احتي بس اخرى من مقبتي رحموها حسام شنة موتين ما قاعد اسمع خيال احتي واخر واخر لان ما عندي ثقة بيتش عسل استسلمت بعد ما شفت اصبابها باديتي حسام العصر عندك شي مهم لولا حسام ليش قولي رايد اشي بغيت انا كحني ان اختنقت واسمعه يصيح اسم الله جبت الواير بايدي نفست وجعي تكملت كلامي عسل انا وخيال ابيتن اشتري ملابس العبس فداء ومحاد فارغ يوديني فقلنا بلك اتاخذنا طبعا اذا فارغ ومعندك اشغال حسام لا ما عندي شي تدليل ونجهزوا نفسكم مع الخمسة امر اخذكم عسل شكرا اليك حسام هم رجعنا عزل اضحك نسيت والله حسام لا تنسين بعد اذا امكان عسل صار حسام تردين شي اروح الغدة عسل لا بالعافية حسام الله يا عافيش سديت الخط كان توخر الواير مني قبل شلتها من على السرية ضربتها بي حين وانا اصيح عليها عسل اشغلت شفت حقيرات بس مثلتش ما شفت ابد والله ما يلا مأسر على السوابيتش بس لين تستاهلين اكثر حيوانة خيال احسل الصباح ما اتم المهم عندي راح اشتري ملابس عسل وجعب قلبك خيال سمع صوت بابا جوا نزلت قبل استهبلتها باللواقة لحد ما اخذت مني الفلوس ورحت صبيت القادة على مودة جهز نفسي للطلعة عسل للاصر رمش حسام الخيال لبست عباتي ونزلت قبلها لقيتها بالسيارة بس شافني لفتح باب الصدر واشير لي صعدت حسام شلونتش عسل تمام وانته حسام زين ما طور انتي زينة سكتت ورعت لابتسامت وبوجهي ابتسام بوجهي ما جاءت لاياها لابتسامة اقول لها الاسال فلت ذهب راح تتأجل شغلتها بعد زواج فتها افريض عسل عادي مستعجنين عليها ما مستعجنين حسام مين صارت اختش ودقيت هورن حلش فتها طلعت بالقوة تمشي خيال الاسفة اختت عليكم حسام رجلتش خيال شلون مع الضغطين عليها ساعات موزين عليها خيال لا ما نتأخذ جم مكان ونمجح حسامي صح صدقتك عسل شغل السيارة ودانا لمجمعات نزل سوى نزلنا اكو محل متابع تابع على الفيس بدلاتها كلج حلوات قبل ما احنا لا قبل اي مكان تاني حسام هنا باقي عسل اي حسام لعدانة مايح شوي وراجع لكم عسل وين حسام عند ان شاء الله ما اتأخذ بقيت اباوع على الفرول بس استعجيت اكبر سؤالي اشياء اللي بايدي يعني طبي دخلت للمحل راح هو راح بقينا نفتر نتفرج على البدلات لحد ما اختارينا من نفس المحل هستونا طلعين شفت ايجاو بيدا علاقة وصل يمي مدليارة مبارعة موبايل قبل ابتسمة فرحانة حسام هذا الاج والخط وياه عسل ليش زحمت نفسك حسام عسل بطل رسميات تردى الضوجين كلش عسل الحكم والله مغرضي بس ممت بس متعودة حسام لا ما متعودة جديدة هالنبرة لو نسيتي انا منه عسل ماشي متنعات حسام هسي شنو خلصت له لا عسل يعني تريبا بغني نفتر بنواجر معات اخذنا النواغص بكستوارات واحذية وحسام دفع لفلوس جهت حاولنا وياه بس ترزلنا بدون نتيجة خلصنا كل شي صار رجعتنا غريب التسعة نزلت خيال قبلي ورعت لردة الشكرة هنزيل ذكرت شان زعل هستوى من طيمي محاضرة مش قدها على الشي حسام شويش صافنة بس لا رد تليمين شكرا عسل اضحك شون عرفت حسام حافظ سوال فش للأسف عسل وليش للأسف عود حسام لان ما احبهن وانتي مصرى الضوجيني بيهن عسل لا وعدتك ما تذكره ودليل ذكرت ما قلت لك شكرا حسام زحمتي نفسي شابه دي الله نزلي اريد روحا عندي شؤل وتخبت عسل تاخذني الفيض لو امك تضوج حسام شلي شبه الحاجة عسل عسل مو على مدبس شي بس لان حسام سكتليت كاملين احسن عسل لتزعل عفية حسام منش وك الزعلان منش انا بس اترجات عسل وازني كلامش قبل لا تحتي بالموضات الجاية عسل ان شاء الله من عيوني زين ممكن تطيني جهازك حتى اخاب الخيال حسام ايت الدليل فتح لي الجهاز وانطانية بوعت المكانمات من فول الجو اسم دعاء استهبت وصفة نتوية نفسية منوهاي وليش هلقت متخابرين بناتهم رفعت راسي اللي قتيبها ولي ترددت السيلة بس اكيد فضولي اقوى من كل شي عسل منو هاي الدعاء حسام هاي اللي بنيت شانت ويأموها بالمستجفى اذا تتذكرين عسل منو بس لا هاي الاخذ اخذت رقمك وساعدتني حسامي صح هي عسل شينو بيناتكم شي اشروبكم غير متخابرين عسام لا طبعا ما بيني وبينها ايشي بس اخوها واقع بمشكلة وصار لفترة متكفل بي حتى اطلع منها عسل زينة تسوي خابرت خيال جوابتني قبل خيال ها حسام عسل خوخة هاي انا ده اقلتش راح ينفيض حتى لا يضل باركم خيال ليش ما قلتي لي شاني جيتوا اياكم عسل تعالي اذا تردين بعنا بالباب خيال اي جاية بس انطي خبر الماما عسل ننتضرج حسام شون تجي عسل اي ولو راح تتأخر بسببنا عسام لعادي الدغيغة والدغتين ما راح تفرق اخواني طلعت خيال بالاثناء باوعت علينا قبل ضحكة هزيت الهراسي مما انا شكو قالت لا سلامتش رجعت طرحك دبت وجهي عنها الله يهديك ان شاء الله وصلنا البيت عمي دبنا بالباب من الباب وراح دخلنا بالمكان هدوس احنا عنيها طلعت بيبي من المطبخ خيال شنو بيبي واحدش حاجية يمه مو باجتي تتاخذت فيض للصالون وبعد هن ما رجعنا عسل يعود احنا يجينا على مودها حاجية ما صار شي قاعدا وياي ضايجة واحدي خيال تسوينا حلاوة دو حتى نبغى يمش حاجية سامعة اختتش تصل في ويش انا مرت شبيار بالقواك فعلى رجلية المفروض انت تسويلي حلاوة مو انا خيال ش تسوي بيه بيش سكر بيبي مو زين عليك الحاجية اضحك سويلي تشاي لعن خيال من عيوني يا عيوني انتي زلت عباتي شو مرت على الان فروحة المطبخ وقفت سوي بتشاي فرجتنا صارت وساع رفتهم اجوي شوية وسمعت كحت اسر قبل ضربت وجهي صار قدامي وبيدي القلاس الماء اسر شنونج خيال الحمد لله زين من وش وقت ات هنا اسر استوني اجي ودع شرم ماء واروحا خيال انت رجعتهم من الصالون اسر اي ما وعت رجلي واشرب عليها شنو صارت بعدها ترجعش غيرا لا ما ترجعني بس مقايدتني كلش اسر ما اضر شي كلها الشهر تفتحيها خيران ان شاء الله فات من يمي شمر القلاس على الحر وراد يطلع صحت عالسبع وين منو قاعد اسوي شاي اشرب بعدين اسر موجود قاعد بالصالة تلقيني تبت وجهي رجعت اكمل الشاي كل اجداء ضوجا من الوضع يعني ان خطبنا تغربا هو بعد ثقيل وياه صح حقا يزعل عليه بس مو الى متى اريد اعرف حتى ارتاح من التفكير المنتج عسل يوم الخامس الصباح قاعدت على صوت الهلاهل ترسل البيت ترسل يوم العسل عسلت وجه زيت لقيت البيت مهبوس حتى خالة ام وسام موجودة ام ماما وكل بنات عمامي وعماتي سويت لف اكلتها على الواقف ورحت الغرفة تفدع دقيت الباب صاح تفضل دخلت لقيت الدي خابة بغيت يما انتظر المكانه بتخلص مو حسن لا خيال ابصفي بحيث نزلت نزلت من الهبطة عسل هايوين طلعين على الساعة ويا الله والله خرعتيني خلال اضحك مزر في الحائط يعني منين غير من الباب بس انتي ثولة ما تنتبهين شا سوي لش يعني فداء اي هاذا النيم بتبديين هن عسل ليش ويا ما تتحش فداء فداء ويا فريض وتريد واحدة منشا عسل جيبهة عروسة نشونج فريض هلا نحول شنو ما تجين وياي عسل ليش مو على اساس بتخالطيج خالطيج تروح وياك فريض اي بس اريدش انتي لو خيال عفية عسل ماشي اجي اصلا البيت مانا صحوسة يعني ما يحسون بغيابي خيال انا اهم اجيو ياكم عسل ما احني جانا اخوكا فريض بعد عسل لينحيل محتاجتكم عسل ماشي بس انتي خبر البابا واني اجيو يا فداء فريض انتظركو عسل سديت الخاطر وجاه الموبايل فداء ها عبيسني شلونك فداء ابيض اضحك خيال اليوم يومك يا بطل اليوم تلعب جولة فداء استحي وليش شو صيبه مندر شلونك خيال دي يالله عيني يالله قابل مجذبه غير هاي الحقيقة المولى لو عندك غير حتي وحاب تقوله عسل لا حبيبتدي يوم يوم الافعال ما اكون مجال للكلام نهائيا فداء بنات اخر وقت دخيلك فبري دخيلك خيال لمسوي المحفقة واسوافة كلها فداء فيضمو خيال اضحك طبعا فداء انا اعلمها خيال ما اضحك كلها كم ساعة وتعلمها مثل ما تريد فداء اضحك ولكن طبعا بسرعة خلي ابدن وماح الوقت علي عفت خيال تتحارش بي وطلعت البابا لقيت الباب لقيت انبدل قبل رحت حظا انت اضحكت عسل طالع انت الاريس مو فداء ليث اضحك لا تسمعش اموش وشي خلصنا بعد عسل اضحك لا اكل شي ولا زنوبة ليث قولي بابا محتاج شي عسل الان وخيال بحروح ويا فيضل الصالون وجيت استاذن منك ليث يبنتي روحوا هاتش هاي فلوس خليه هي مش خاف تحتاجونها عسل اخذت وبسيت ايدي الله لا يحبني منك ان شاء الله ليث ولا يحبني منكم حبيبتي طلعت من يمه بدلت ونزلت على السرعة اخذنا فداء دبنا يمهم وراح من الموضة الغداء مع الزلم دهنا الصالة هم ترم بيهم بيتهم مخبوص سلمنا على الكل رحنا للغرفة فيض لقينا هادة تلبس بحجابها قبل خيال هلهلت فيض ضحك هلب حمواتي الحلوات عسل هلبيج جنتنا الصاكة خيال كافي لبه وحشولي شو وقت ننطلب فيض بس خليه يطلع اسر من الحمام خيال ليش هو يودينه فيضي لان حسان طلع قبل فداء على مودة الطباخين عسل يلا استعجلي احنا ما رحين تلقينا ينبيبين انتضرج خيال اخذت عسل وقعدنا بصاله شوية وشفته طلع من الحمام كان البيت متوس بنات خواله كلي جضجت لبت حاولت ما ابعين هالشي دخل غيام الابس وطلع بروع علي بتعجب وتقدر وبيسلم يمكن ما بتوقع جايتي بهتش وقت وانا اختي العريس اسرش لونيش خيال دبت على اسل على عسل ضائجة لان ما اسلم عليها سكتت ما جاوبته رجع كرر سؤاله قلت لها الحمد لله رجع السكتت هوها معافنا واح سمعتها بعيد صاح على فيض بروع العسل اشرت له نقوم وقفنا بالموما ننتظرهم ننتظرهم شوية واجه هو وياهم اسر شنو انتم هم تجون فيضعي اسر خير ان شاء الله خيال طلعن اسور طريقة اللي اشياء قوية بدخالته عرفته تغسر ليسوي هاد شيئة حتى يضوجني ذلك حاولت هزم نفسي وما انطاني اليريدي لحال ما وصلنا للصالون تانزين صاحني سديده الباب بروعت له علي انتظر يحجي بقى مسي بروع علي خيالش تريد اسر موصر حدني اسر لا تحطين مكياج خيال شلون يعني ما احط المكياج غير اذا بعض سخوين ما احطنيش وكه تحط طلعت اسر وشلون تطلعين بالمكياج خيال لا انزل الشال على وجهي لا تشيل اسر اسر انا اجيكم عودر امشيلي هو المدخلصون خيال ليش خاف بعد عندك شقة ويا رحيق تريد تشاقيها بيبا بجعة اسر بس لا غرتي منها دلت وجه يدون الماء جوبة خرب حضج خيال الطريقة كله لازم انسانج يعني عنا تالي من نزلتي بدت المصانوة تشتغل الفرض والعلامات بلشن والعاملات بلشن بيهنو وبعسلو براحية قريب الساعة سبع الساعات اذا خلصنا قبل ما مشتل اسر عشر دغير ورجع رمشلي طلعنا طلعنا له تشنت كل شي ما اشوفه من الشال يا دوب خلص الطريق وطلعنا روح ما صدقت وصلنا للقاعة سبعا نزلت حتى انزعوا ارتع بدلنا بدلنا الفيض وبغاية قاعدة ان ننتظرها تنتظرنا لبس نوطلعنا لها واشتلت الهلاة المكلمة كول قاعدنا على الكرسي ورح نجل نشوف ماما خاف محتاجة شي شوية وشفيت الفيض اتشبنا من بعيد رحت لها قبل الفيض جلت قاعدة وفرحانة من يوم اتشنت انتظر من طفوته بس سبعا ما انطفت فرحتي لما نشفت ميسو امها قاعدات بالطاولة المقابلية بالضبط اقتنقيت بابرتي بحيث لو احد يطخني قبل ابتش باوعد دائما داري بس اريد واحدة من بنات حتى احشوياها صارت خيال ببجأة الشرطي لها شوية وجهت لي خيالها حبي فيض ميسي جابها ولو الدورين وجهتش عليها حتى لا تعرض انحش بسيبتها خيال الصديق موجودة فيضي هي يومها خيال اوف منتش ماما اكيد هي عزمتها لانصديقات فيض هاري حدشي الله عليك خيالها ضرجو لا تخليها تخبر فرحتش انت حبيبته وخطيبته واليوم راح تصرين مرته يعني وجودة هنا المفروض يحرق قلبها ومو قلبش تفهمين عليه فيض مو بيدي والله خيال اعرف صعبه صعبه بس انت غوية اريدك تثبتي لها انو انتي انتصرتي عليها ابحفظة ارضح كوركسي وانسي روحك وخليها تاكل روحها لحد ما تخلص فيض ماشي شكرا خوخة خيال على شو نوع من انتي بس هس بس تشوف ماما ش محتاجة واجي اميش فيض انترجو لا تتأخرين خيال لا ما تأخر زينا بوحدة متشن تخابع على الولد لحد ما الان ما جابه عشل النسوان عسل خيال خابر اسر خيال ما خابر انا عسل ضربت منه ومست ليش من زعلين خيال هيت شي شي عسل زينا لعد انطيني رقوم حسام حتى خلي اخاره خيال هاتش هذا حسام قاعد اصعد السفري مال النسوان بالسيارة ويولد عميدك موبايل رغم غريف تحت الخاطة جاني صوت عسل هانا احلى خارج عسل وانصار العشم واننسوان مات الوجوع حسام اضحك قولي يا الله حتى الاهدام بعدما ماذن عسل لا صدق وانصرتو ماما اكلت راسنا اكل حسام جاني بالطريق راح اندخلهم جوه يم الباب واخارج حتى تطلعوا انت اخذوا لهم وباحتكم عسل زي اللي عند انتظر مكالمتك حسام محتاجي شي بعد حسام لا سلامتك بس خلي كويه في دائلة عفا حسام طبعا ما عفا هس اكمل الشغل البيدي وابجع له بس بزفة ما اقدر احضر لان لا انا ولا اسف عسل يفهمت عليك سديت الخط وطلعت وين الولد وصلنا للقاعة ازاي افتحت لهم الجنطة دخلوا الاكل بالباب بس خلصوا اشبت لهم يطلعوا بقيت بس هنا خابرت عسل حتى افهمها التوزيع رفضتني دا خابر دا ارجع خابها ما حسن وهي اقبالي وشلون منظر يشيل الصاحي ويموت المريض عسل خابرني عسل رفتر طلعت عبالي ذب الغراض وراح بس صدمت بي موجود صدمت بمكاني لا بيه اضلن واقفه ولا بيه اشرت من موقف لو بيدي اتفم روحي اتفم روحي وارتاح مثل ما قالب المثل يا قاعي الشيقي وبالعيني بس للاسك مجرد مثل مستحيل يصيب حقيقة بقى يباوعلي شوي وطلع شفيته يمسح بقصته جنت لابسه بدلة لون عسلي قصيبة من جوه وقضت للصالة سعبت واحدة من عبي النسوان ورجعت له حسان بس باوعي هذنه انما لات النسوان وهذنه للجهال حاطنه ورابر بدل الببسي مزين عليهم عسلي عاشت ايدك عسام عود من الطلعين لتزفة البسي شي طويل لتظلين بهذنه الملابس عسلا طبعا جاي باوعي خيام هنو راح ابدل بعد شوي عسام عافية زين تسوي سلم وطلع بواعت ورجقت فشلة هالسعباله متقصد اطلع قدام المنظر ازفت نظف الافكار نفضت في مراسي ودخلت للبنات صحت حتى يساعد اني طبقة الاكل للمطبخ كانت خيال يمي دق جهازها عرفت من كلام هذة تحت شوية فداء شوية وصاحت لبسو حجار اجل عافيسي لبس الذهب لعروسه قبل دبت وجهه على ميز شفت هاتباوع عليه قوي روحش فايل لت تبتلتين هي مثل ما قالت خيال فداء اليتش اليتش وانتي ربحتي بها المعركة مهي بواعتها للباب طب بالقاط النيلي طول الطريق مدنق من وصل يمي باس راسي وقعد عود وراها شال شال باسي بواعلي بالتسامة فداء طالع تخبرين حياتي فيض وانتهم طالع حلو فداء شوية شكل اجتعبان فيض من الصالون هو يتأخرني هناك فداء ماذا لشي واخرج ابحضني ساعتها قبل تعبش يروح وغمز ليضحك فيض خجله جدنقيت منه شوية بواعت لها عيونها عالينة ما عاو واني لبسني الذهب وطلع يالا قدرت افتاح وابرد راسي من التفكير راحت خيالت وزع العشوية البنات وبغيت وحدي ما شوف ان الميز قامت باتجاهي مدرش تحس شحسيت باقتها من قلب بس قلبي وبضوك انا ما اعرف شفها يصير زشي موزيا منه جيتها هاي ميز ها فرحانة بزراجش من حبيبي فيض حشيت بداخلي اهدي فيض باهدي لتخلين هالحيوانة تترفزك واتنون امرادها منك ميز مبين ما فرحانة فيض ليش ما افرح حبيبو حلم عمري وبن عمي صار الي اليوم شلو انترديني ما افرح وانا مرت في داء حصلتي ميز من وقلش ما احصلته دان لقت علي شاورتني فداء نايم وياي اكثر من مرة وما اخجل اقولها اللي انا احبه ومثل ما سلمني قلبه وروحه سلمت قلبي وراح بالمقابل في رضحك لو تموتين ما اصدقش ادري هدفش تخربين بيناتنا بس راح الوقت عليش يا حلوة ميز الوقت كله الي وفداء شان وراح يظل الي وهس اثبت لك اشلون رحشي انت شايفة جسمي مستحيل يتقرب مني وهو يحبني اكيد طول خطوبتكم قضيته بس بوس متاكدة ما اتقرب مني ولا لمسك مثل ما لبسني مستحيل يكوني راوي الجسمه ولا ولا اكتشفتي من جوه جوه مثل ما اكتشفته انا اتعمقت بكل خصلة بي فيضعب شوالي من قدامي ماريد اسمعته فهاتيش ميز بس خلي اتفتلك فداء الي ومسور ومسور وياي من ما سواه ويايش وساعته اروح بعد ما تشوفين شكلي اليوم من من التصورون وحلكم بالغرفة نزعي اضحك اي نزعي للمرة الاولى وشوفي جسمه راح تلقين وحمه ببطنه واثر اخياطي ام صدره ما احد يعرف بيهن ولا شايفن غيري انا وامه وبس حجتها وباحت جسمي صابي ابجف مستحيل اعتبر كلامها عابر ولا اصدق وحده بمكاني تسمعها الحشي عن رجله وبيوم عرسهم وتتلافر ولو كأنه شي صار بغير تقادر على عصابي ماريد اخرب كل شي لازم اتكد بالاول بعدين اتصرف واسوي لازم اسوي من زمان اجن البنات تضر ان يسئل انش بيك ما بيك بس ولا اجربهم بغير انتظر الزفة تجي حتى يخلصها اليوم على خير بالفعل اقل الساعة وجدت تزفر دخل فداء هو سولة ولما وقعوا وقعوا على صفحة صحية خيال تعبته واريد اطلع منه حتى الهواء اختفر من قد ما اقتنقت ربا ساعة وطلعنا اول ما اصعد في الساعة نزلت دمعتي مساحتها بسبعة هدي فيض لتبتلينه شي حتى لحد ما تتأكدين من كلامها راح فداء يم من الوليد شوية واجه اصعد تحركت تزفر لزم ايدي وتضب علي همس بصوت ناصر فداء بيتشي حياتي حسش تعبانه فيض اي تاباني ذلك لتطور ونتزفع فيه فداء صائم عيوني بالعشر ده هاي وصلنا سرانة بالتصوير صورت بالقوة كل شوية وصورة تعيد اللقطة لان ما اضحك مو بيدينا ومشتعلة صدري حتى تتصنع ما اقدر اجيده بها ديتش اللحظات خلصت الزفر بعد ما طلعت روحي ودخلنا الفندق بقاني ويا امي وباجي بالغرفة وطلع يسلم على جماعته ظل يوصي يوصي بي وانا بس هزة راسي شنة رايحة لغير عالم وبالي موية بكلامهن افكر اذا طلع الكلام ميس صحيح بح تخربه الدنيا مو بس حياتي نصها واجه للغرفة سلما علينا وراح ان اخر شي بقينا وحدنا باوعلي وابتسم قبل قمت من مكاني وراحت باتجاهها فدا واخر الشي اخيرا اجاد يوم وصمنا في وحدنا شمرت المسكة بلقاء ونزعت ستبته بقى صافة وبجش شوي وضحك ما تميت هي خربانة خربانة اذا طلع الحدش يتشذب عود الدارك الموقف بطريقة ساعته فدا حياتي هيش مستاجلة دخلين صلي على اللقل ميس اذا مستاجلة كلش مستاجلة كلش فدا اضحك صدق تحجين فتحت دقام القميصة نزعت لياه وشمرت بلقاء رفعت ثانية قمضت يا ربي حتشيها تشذب يا الهي لا تصدمني بالانسان الوحيد الحبيت بحياتي فتحت هروني والدمعة نزلت ويا ما فتحت انبارعت عليه ابخوف كان اشوف الوحمة ببطنة واثر الخياط بصدره مثل ما قالت ميس بالضبط